الموصل 2017 الموصل بعد عام ونصف من الوقيعة وكأنها سردية الدمار ولا شيء آخر لمدينة سحقتها القنابل على مدى تسعة أشهر في مقتلة أودت بحياة أربعين ألفا من أهلها بحسب الانتبيندد البريطانية ثم ماذا؟ هو اللاشيء تريليون دينار ويزيد أموال صرفت لإعادة إعمار الموصل المدمرة ولا نتائج على الأرض فبقيت المدينة تتصدر الإحصائيات بأرقام دمار مفزعة وثقت تدمير سبعين ألف منزل بالكامل مع نسب دمار وصلت إلى مئة بالمئة في بعض المناطق كالمدينة القديمة مليونا طلب للتعويض قدمها المنكوبون من أهل الموصل لكن السلطات الحكومية لم تنظر بأي منها حتى الآن في أجلس المحافظة منذ عام 2016 أكثر من أربعمائة وثمانية مليارات دينار كموازنة استثمارية بددت كحال مليارات أخرى في العراق واختفت في دولة اعتلت قوائم أكثر الدول فسادا في العالم مصادر الصحفية نقلت عن مسؤولين في الموصل قولهم إن جميع تلك الأموال هي جزء من مبالغ أخرى وصلت المحافظة تحت بند ما يعرف بتخصيصات الاستقرار وصلت حتى عام 2018 إلى 180 مليار دينار من دون إنجاز واضح على الأرض إلى ترميم خمس مستوصفات من أصل 26 دمرتها الحرب المدارس كذلك نالت نصيبها من الحرب 70 مدرسة سوية بالأرض من أصل 2000 أكثر من نصف هذا العدد بالأقل كان في المدينة القديمة لم ترمم منها سوى 20 مدرسة فقط وفق بيانات صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وهو صندوق ذاته الذي كان محل انتقادات حادة من بعض النواب لعدم إنجازه أعمالا واضحة على الأرض حتى وصفوه بالمهزلة ولكن وصف المهزلة في العراق هل ينطبق على هذا الصندوق فقط؟